فننا طهر عماد منورة فوشيا منورة علاق الدين منورة المسرح ما شاء الله من تقلق لتقلق لتقلق السنة دي ممكن كانت سنة بالنسبة لك مميزة خلانا نتكلم عن عودة السيزن التاني لعلاق الدين شايفها ازاي ايه المختلف فيها بالنسبة لك هل نفس الدور هل في اختلاف تكلمين اولا شكرا هي منورة بنورك تاني حاجة انا مبسوطة قوي ان المسرحية رجعت ومتحمسة شوف الجمهور ومتحمسة شوف الاطفال اللي بتيجي والناس يعني اللي بتحضر المسرحية وتتفرج علينا وتبقى منباهرة يعني الوشوش دي كل اوحشتني فلا في احساس كده بالاشتياق لمسرحية والخشبة المسرح والملابس وكل اللي حاجات دي فانا متحمسة يعني قوي يمكن المسم الاول غير المسم التاني بالنسبة لطارة بقى في خبرة بقى في اكسبرينس كبيرة جدا موجودة بتشايفها ازاي متحمسة لتقلق اهو اكيد في مبقاش برضو في حتة الخوف زي اول مرة يعني برضو في اخر الايام لما كنا بنصور يعني في اول موسم كنت بتايت حس ان انا بجد باستمتع كانوا بيقولولي انت في مرة هتيجي كده هتستمتعي انا في الاول كنت بجد خايف ومركزة في كل حرف وكل كلمة وكل حركة عن مصرح فكنت ببقى 8% لانا 20% مبسوطة يعني بس دلوقتي بقيت بجد مستمتعة بكل مشهد بكل حتة حتى لما بنعيدها يومين تلاتة واربعة بحيس ان كل مرة بتبقى مختلفة فلاقيتني فيه متعة حلوة قوي فين احنا نعيد نفس الحاجة عشان هي كل مرة بتختلف لان كل مرة حاجة مختلفة بتحصل يعني التعاون مع احمد عز شفتيه في اول موسم هو هو تاني موسم دلوقتي اعتقد بقفير تياح اكتر كمان على المصرح معها من المنطلق ده شايفة هل ممكن تخش فكرة انتي تجودي شايف الدور تغيري تطوري ولا انتي بتلتزم وانا الصراحة هي ياسمينا لان هي بتغني كتير اوي وبترقس كتير اوي وفي حاجات معينة اوي هي بتحتاج تقولها عشان حاجات تانية مبنية عليها فاني انا وستاذ مجدي الهواري برضو كلمنا في كازا حاجة بس ما غيرناش اي حاجة ولا زودنا حاجات لان هي كتت طول الوقت كتتلايا قوي على السيكونس الثانية فلان في حاجات برضو بتترتب يعني عليها قبل وبعد فلا ما حبيتش اغير اي حاجة ما كانش في حاجة تتغير لان هي يا بترقس يا بتغني يا بتقول حاجات معينة عشان تتفهم فما فيش اي حاجة ان انا غيرتها من السيزن الفات يعني خالص مين اكتر احد سبورت ال والدتي طبعا طبعا طول الوقت يعني دايما انا عارف كمان بتايما بيبقى في الشوك لليكي ليها على على شغلها على طريقتها انا عارف ان بتوقف دايما بتساعدك في كل حاجة اتكلميني عن العلاقة اه مامتي هي الشخص اللي كانت طول حياتي كانت مؤمنة بيا كانت مؤمنة بحبي لشغلي بحبي ان انا عايزة امثل عايزة اطلع للعالمية عايزة عامل ادوار كتير قوي مختلفة عايزة طلو اتجدد من نفسي وهي دايما اللي بتشجعني ان انا اخد ويراش اكتر واتعلم حاجات مختلفة وبتقول لي تارا اتعلمي ركوب الخيل اتعلمي حاجات يعني طول الوقت بتقول لي خذي الورشة دي خذي الورشة دي فهي اللي خلتني طول الوقت احب ان اتعلم حاجات جديدة ممكن اوظفها في ادوار بعد كده فصراحة دايما بقولوا لها ما كنتش هبقى يعني في ولا واحد في المية من المكان اللي انا وصلت له دلوقتي قلت السوريال ليها قلت اللي ماما الكرياتي دي هي اللي صنعه الشيء دوت كلمين عن البزنس بتاعها او طريق التعاملها وقل لي لي الصبرتي بتاعها كنتي ليها ايو امامتي شطرة قوي هي ليها في المكرمية قوي وبقى ليها البزنس بتاعها وبقت بجد هي بقت شطرة لان هي بتحب اللي هي بتعمله وطول الوقت وانا بتفرج عليها وهي تشتغل وفي الورشة بتاعتها والناس اللي هي بتعلمهم ببقى مبهورة لان فيه نوع من انواع الشغف دايما بحس ان انا دايما عايز يبقى عندي الشغف ده تجاه شغلي فهي دايما تقولي ما تعملش اي حاجة انتي مش مش حباها ومش شغوفة ناحيتها ومش حاسة ان هي بت بتشبعك يعني او بتحساسك باحساس ان انتي هو ده اللي انتي عايز تعمليه تول الوقت فالشغلها الصراحة يعني دايما بحب ان انا اعملها صفويت يعني على الصفحة عندي عشان ناس تدعمها برضو وتشوف شغلها فهي بتدس تقصن بس تتعطولي خلاص يا طورة بجد مش لازم تعملي كده تقول لا لا انا بعمل كده من قلبي يعني بس فالناس لما بتكتب لها قد اي شغلها حلو كده هي اكيد تتبسط يعني الجلسة التصوير المعتادة اللي طارة على السوشيال ميديا هل ده التوجه معين لكي كانت شارع على السوشيال ميديا او حاجة ولا انتي حبل الجلسات اللي بعملها دايما بتكون زي كولابوريشن يعني بيكون زي دار ازياء او دار براند معين من بره بيكون زي تعامل يعني خلال مجلة فوتو شوت ففي المجلة دي بيبقى في انترفيو فمش عارفة هو اكيد ممكن يكون تواجد من ناحية ان الناس تعرف الاخبار تشوف الصورت حاجات انزلها ليه علاقة بالاعمال الجاية فبتبقى ليها برضو الصورة مثلا بالانترفيو بس لا يعني بيبقى زي تعامل كده لازيز يعني مع البراند ده ومع المجلة ده قلت ان انت نفسك توصل العالمية واحنا كلنا عارفين ده لغات طرع مدقى ومين المنجم العلامي اللي انت نفسك توافهو في كتير قوي انا بحب قوي قوي انتوني هوبكنز بحبه جدا وبحب مين تاني يعني فيه فامي هنقع عند قلبكرة هرسلك الراسة كلها بس ده اللي جي في دماغي دلوقتي ولغات انا بحب اللغات قوي ودلوقتي بتحاول ان انا اتقن الفرنساوي لان انا اتعلمت شوية الفرنساوي في مدرسة وقربت عايش هنيك فبحاول ان انا على لم يعني تعلم اللغة دي عشان بحبها وبحب افلامها وبحب السينما الاوروبية بالعموم فبحب قوي قوي الافلام الفرنش كمان فبحاول ان انا تعلمها يعني احب ان انا مس لا ايه style أنا لا أسمع عن تجزائي الوحيد لأنا لا أسمع عن توجي لا لا ألقيتوش إن شاء الله سنعرف كلنا أشكري كثيرا العافو